تخيلوا حال كون عايشين بلا مريه والله أنا ما فيه محيات كل النسوين معلق بها المريه مريه المخسلة مريه الخزانة مريه المكياج مريه الأسانسور مريه السيارة مريه القياس بالمحلات مريه النادي مريه الكوفير الله وكيلكون كيف ما برمته مريات برأي كون معقول شي مرة تظهر بلا ما يكون مع مريه بجزدانا؟ لا ولو أبدا وكيف بتعرف انه هيدا الزلمة كان معه مرة بالسيارة؟ هايني منزل هيدا اللي بتحمي من الشمس وفاتحة المريه اللي بقلبها ومش ردتها محلة عادي عادي لو ما فيه مريه كان فيه سنو وايت أكيد لا بعدين شو قيمة المريه إذا ما فيه عيون تشوف وتقدر؟ منقعد ساعات مكياج على المريه ومنبحلق بكل رمش وحاجي وحمرة وكونتور وبشوفنا الأخ وكأنه ما شافنا وبقلك أنا بحبك ع طبيعتك طبيعته شو؟ ما أنا بفزع من حالي لما أطلع بالمرأة أو المقوعة ولو قدر جهودي الجبارة بتحويل هالبشرة البيهتي ولعيون القشطين والشفاف الرقاء لشي ولا أروع شو عاملة فينا هالمرأة؟ هلأ بس نكبر شوي منصير نستعمل المريه التكبير وهوني كل كارثة بيصيروا التجعيد أنهار الخدود وديان الكلف معب الدني كيف ما منكون إشعينهم وفجأة منشوف هالشوفة يا دل أولكن الشباب بيقعدوا قدام المريه قدنا؟ هلأ بالجيم؟ أكتر بكتير ما كيف بدوا يشوف عضلاته المفطولين على الطالع والنازل بس مش عام بعرف شو سر هالصورة اللي بيخدوها قدام المريه بالجيم وعشرت مع بوز جنابة والفلتر منفج وغمين هاي دي غير مريهة الحمام بالمطاعم صرنا بنعرف المطاعم من صور الحمامات بدل ما ينحشروا تيفوتوا على الحمام صاروا بينحشروا ليخدوا هالصورة قدام المريه بالحمام عفكرة بتعرفوا أنه المريه هي أول سيلفي بالعالم بس ما بتغشكن لأنه بلا فلتر ولا بلوت وإذا ما غبشة ورشة ويندكس وبيمش الحال من زمين كان في دروس أشغال يدوية رسمة على المراية وبتبقى هالمرية مزينة بالورود الدهبية والفضية وعصفير طايرة وملونة بصيروا هيك يتنافسوا مين بدي يحط عنده بالسالون بقلت الصفرة بالأنترية على المدخل المريات مزينة يا لطيف هلأ المهم ما توقع وتنكسر هالمرية يي 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 يكش برة وبعيد سبع سنين نحس رح تسيطر على حياتك والشخص اللي بيكسر المريه رح تكون روحه مسجونة بتشققاتها وقال شو لما تنكسر المريه لازم نتفنها تحت تاسع أرض حتى ما حدا يشوفها ويصيبوا النحس متل اللي كسرها وأنا أقول هالنحس تاري قد ما مكسر مريات بحياتي ما تصدقوا ما تصدقوا يا عمي عم بمزحش والخرفيتها يا دولة كله بلا طعمة بذكور نحن وصغار كانوا الصبيان الأشقية واللي أخدين لهم عقلهم لمعلمات الحلوين كانوا يلزقوا مري صغيرة هيك مبرومة على صبابيتهم وكل همهم يكتشفوا لون الأندروير اللي لابستوا لمعلمة هاي دي إذا كانت لابسة تنورة وكانوا يطبوا هالشي كمان عرفقاتهم البنات زعران زعران شو بدي أقلكن وكانت براسهم تركب سيناريوات وأفكار الله ينجرينا بشرفكم كم مرة بستعملوا مع نيكور بتوقفوا هيك قدام المرأة وبتصيروا تشوفوا ضافيركن كيف مبينين سعى إيديكن على وجهكن عكتفكن عراسكن خلاص أوكي حلوين حلوين كتير معنجد هالمرأة شو عاملة بالناس كم مرة وقفت أو وقفتي حكيتوا مع حالكن قدام المرأة بونشورك يا قبرني جمالك ولك ايه هيك جننيون وإذا مش طايق حالك أو طايق حالك تضرب على هالمنظر مش مسموح ليكي روحي شوفي شو بديك تعملي حط شي على وجك بس شو أزع الشي لما تحط سيارتك بالغسيل وترجع تاخدها وتلاقي لعبين لك بالمرأة يا خي يا خي ما أنا مضبطتها على الأد مرأة قلتتها على نظري وعلى قياسي يا خي روح لعب مرأة سيارتك ترك المرأة تعمل معروف بعدين مادام موسيو كيف فدتوا بالحات انتوا راجعين هيك ما قريتوا شو مكتوب على مرأة الجنب بالسيارة؟ الأجسام الظاهرة في المرأة تبدو أقرب مما هي علي في الواقع هاينا وأحلى مرأة مرأة البحر مش بس تنشوف وجنا إذا احترق ونحط عليه كرام لا غلطانين هاي دي منستعملها أريار يعني خلفية تنشوف من وراء إذا أخدين لون منيح بتفرجين الظاهر كله وصولا حتى القدمين والمهم تكون كبيرة وحرزانة تنشوف كل شي هيك بتقول صاحبتي كاتيا خبيرة البرونزاش وناي ويا شيوم أعمل لحلقة لإلى وحدة تعلمنا فيها الطريقة الأمثل للبرونزاج تما يبقى ولا قرنة بجسمك مش ملونة كم حدا تمرن أو حفز درسه قدام المرأة؟ أو كان محضر هيك شي فرامين أو خطاب بده يقوله لحدا بيحبه أو بخينق معه وحابي بيشوف كيف هالشخص التاني رح يشوفه من تبهين شي مرة لما البيبيز بيشوفوا حالهم لأول مرة بالمرأة شو بيعملوا؟ كيف بيجمدوا بالأول؟ إنه هاي؟ مين هيدا؟ بعدين بيصيروا يضحكوا ويعملوا أصوات بيفكروا إنه هيدا ولد تاني بيصيروا يفتشوا عليه وما بيوعوا لفكرة إنه اللي بالمرأة هو إن عكاس لصورتهم قبل ما يصيروا بالقليلة بعمر السنة ونص تقريبا المرأة يا أعزائي ما بتكذب بتفرجينا على حياتنا من برة ومفروض تكون أعز صديقة لقلنا لأنه إذا بكينا مش رح تضحك علينا ومرأتنا من جوة مفروض تكون عيون الأشخاص اللي عم بيتطلعوا فينا واللي فيهم ممكن نشوف حالنا ونشوف نظرتهم إلنا وقدير فعلا عم ننقلهم صورة حلوة عن شخصيتنا مريتي يا مريتي فكرك سرك عبكير قبل ما نتبهدل مش بعد كتير